السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا في احسن حال معدنا النهاردة مع فيديو جديد ان شاء الله هنشرح فيه ازاي نعرف نشتغل شغل مقفول يعني بابرة دائرية وازاي نشتغل شغل مفتوح يعني بابرة مستقيمة بنفس الغرزة اه شايفين البلوزة دي هي طبعا بلوزة صيفية ممكن تنفع شتوي يعني هتغيره بس ويبقى بكم طيب اه الغرزة هتنفع صيف وتنفع شتة مش هتنفع بس يعني بلوزات او بلوورات بس ممكن تتبشي معاكل اي مشروع طيب بالنسبة للغرزة اللي احنا اه هنشوفها النهاردة طريقتها بالابرة الدائرية وبالابرة المستقيمة خليني بس اقول لكم ان البلوزة دي معمولة بابرة دائرية مش بابرة مستقيمة يعني شغل مقفول ممكن تعملوا البلوزة دي تبدأوها من تحت او تبدأوها من فوق براحتكم خلاص طيب احنا هنشرح مع بعض البطرون اه ونشوف الفرق ما بين الشغل المقفول اللي هو الشغل الدائري والشغل المفتوح اللي هو الشغل بالابرة المستقيمة يلا اه نشوف اللي شغل تابعوني بس ان شاء الله تستفيدوا اتمنى لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا اه لايك ولسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد يلا نشوف مع بعض البطرون الاول بالابرة الدائرية وبعد كده نشوف بالابرة المستقيم بسم الله مع بعض هنبدأ اه اول حاجة هنقول الغرزة بالطريقة اه اللي هي الشغل المقفول يعني الابرة الدائرية انا عايزة بس اقول لكم الفرق ما بين اللي هو اه الشغل المقفول والشغل المفتوح ان احنا بداية كده اما بنلاقي اه شايفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يعني الارقام كلها في ناحية واحدة ده يبقى اسمه شغل اه دائري شغل المقفول شغل المقفول دائما بنبدأه اه بنفس الاتجاه يعني السطر الاول بنبدأه بن هنا السطر التاني برضو بنفس الاتجاه السطر التالت من نفس الاتجاه هو هو نفس الاتجاه بتاع كل السطور خلاص طيب اه اه كده احنا قلنا ازاي احنا بنشغل السطور خليني اه اقول لكم اه العينة اللي احنا هنشتغلها نشتغلها على مضعفات العدد كام هنشتغل العينة على مضعفات العدد اتنين واحد اتنين لو انتم اغدين بالكم ان فيه اه مستطيل كده باللون الاحمر محدد لي عدد الغرز كمان محدد لي عدد السطور اه عندي اه غرزتين بس يعني مضعف العدد اتنين مضعف العدد اتنين زي ما انا عايزة بالنسبة لعدد السطور هما ستة بس اه باشتغلهم وبكررهم من السطر الاول للسطر الاخير طب تعالوا نشرح مع بعض السطر بسطر اه بالنسبة للسطر الاول الخط الرأسي دوت اه دوت اه غرزة عدل يبقى معنى كده ان السطر الاول كل الغرز هتكون بالغرزة العدل بعد ببنخلص السطر الاول بنروح للسطر التاني وبنشتغل اه بالغرزة المقلوب اللي هو الخط اللي افه كده معناه غرزة مقلوب يبقى معنى كده ان السطر التاني كله بالغرزة المقلوب السطر الاول كان كله عدل السطر التاني كله مقلوب وصلنا للسطر التالت السطر التالت بنقرر فيه غرزتين الرمز ده عبارة عن اتنين مقلوب معا وبعد كده بنيجي نعمل لفة يبقى بنقرر اتنين مقلوب معا لفة لغية من خلص الساطر كله طيب انا بس عايز اقول لكم الفرق ما بين الرمز ده والرمز ده ده تمانية ودخله اتنين او مسلس ودخله اتنين ده اتنين مقلوب معا لكن ده سبعة ودخله اتنين او مسلس مقلوب ودخله اتنين يعني اتنين عيدل معا طيب ده حرف اليو بس فوقه شرطة وده حرف اليو من غير شرطة الاتنين لفة بس دي لفة في السطور الامامية وده لفة في السطور الخلفية بس هو ده الاختلاف اللي انا عايز اقول لكم عليه بنيجي بعد كده السطر التالت بنقرر الغرزتين اتنين مقلوب معا لفة لغاية ما نخلص السطر آآ نيجي للسطر الرابع السطر الرابع كله بالغرزة المقلوب طيب السطر الخامس هيكون بقى فيه عندي ايه فيه عندي اول مربع دخله حرف اليو بس من غير الشرطة اللي هي الافقي معناه ان انا بعمل لفة يعني ايه بعمل لفة يعني بس بمجرد ان انا بجيب الخيط قدام الشغل وبكمل واشتغل الرمز اللي بعده اتنين عيدل معا يبقى انا باشتغل اتنين عيدل معا والخيط بيكون فين بيكون قدام الشغل علشان انا محتاجة اكون آآ بزود غرزة بدل الغرزة لان انا اصطع يبقى احنا في بداية السطر بنجيب الخيط قدام الشغل وبعد كده بعمل اتنين عيدل معا ببصة لقي على الابرة لفة والغرزة اللي انا خدتها اتنين عيدل معا خلاص بنقرر بعد كده لفة اتنين عيدل معا لغاية مستطر الخامس كله نروح للسطر الاخير اللي هو السطر السادس السطر السادس زي السطر الاول كله هيكون بالغرزة العيدل يبقى احنا كده قلنا طريقة الغرزة بالابرة الدائرية خلاص قلنا السطر الاول كله عيدل السطر التاني كله مقلوب السطر التالت بقرر غرزتين اتنين مقلوب معا ولفة السطر الرابع كله مقلوب السطر الخامس بقرر غرزتين لفة واتنين عيدل معا السطر السادس كله بيكون عندي بالغرزة العيدة كده احنا خلصنا خلاص البطرون اللي هو خاص بالشغل المقفول نروح نشوف البطرون بالغرزة بالابرة المستقيمة ونشرحه وبعد كده احط لكم الاتنين جب بعض عشان اقول لكم الفرق ما بينهم بسم الله خلينا مع بعض نشوف بطرون الغرزة هي هي بس بالابرة المستقيمة الرموز هي هي مفيش اي اختلاف لو احنا خدنا بالنا هنبصر لاقي مين البطرون في عندي ارقام فردية السطر الاول السطر الثالث السطر الخامس شمال البطرون في عندي ارقام زوجية السطر الثاني الرابع السادس اول ما نشوف البطرون بالشكل ده نعرف انه دوت شغل مفتوح بالابرة المستقيمة طيب كمان في عندي اختلاف ما بين الشغل الدائري والشغل المفتوح ايه بقى اللي هي السطور بس الزوجية لو احنا شوفنا كان البطرون بالنسبة للابرة الدائرية في السطر التاني كان بالغرزة المقلوب هنا هنشتغل بالغرزة العيدل كمان السطر الرابع كان بالغرزة المقلوب هنا هنشتغل بالغرزة العيدل السطر السادس هنا بالغرزة المقلوب لكن كان هناك بالغرزة العيدل الاختلاف بس كان بيبقى في السطور الزوجية لكن السطور الفردية هي هي السطر الاول كله هنشتغله بالغرزة العيدل السطر التالت بنقرر غرزتين اتنين مقلوب معا لفة السطر الخامس لفة واتنين عيدل معا بنقرر لغاية ما السطر عنديه خلاص طب احنا مبنيج نشتغل الشغل المفتوح بنشتغله السطر الاول من اليمين للشمال بعد ما بنخلص السطر الاول بنروح للسطر التاني بنشتغله من الشمال اليمين من اول هنا اه وكمان السطر التالت زي السطر الاول برضو هنمشي يمين شمالي بقى كل السطور الفردية او الامامية بنمشي يمين شمال ولكن السطور الزوجية او الخلفية بنمشيها اه شمال يمين اه احنا بنشتغل شغل مفتوح يعني اه سطور امامية وسطور خلفية كده خلاص احنا خلصنا البطرون للشغل المفتوح خليني وقبل ما اخلص الفيديو اوريكم الاتنين جنب بعض الشغل المقفول وشغل المفتوح علشان نشوف الاختلاف ما بينهم في ايه بالضبط طيب كده احنا حطينا الاتنين باترون جنب بعض الباترون دوت كان للابرة الدائرية اللي هو الشغل المقفول والباترون ده للابرة المستقيمة اللي هو الشغل المفتوح خلينا نقارن ما بين الباترونين كده نمشي سطر بسطر السطر الاول هنا كله بالغرزة العدل هنا السطر الاول برضو كله بالغرزة العدل السطر التاني كله بالغرزة المقلوب هنا السطر التاني كله بالغرزة العدل السطر التالت ما فيش اي اختلاف فيه هو هو نفس السطر التالت للشغل المفتوح السطر الرابع شغله كله بالغرزة المقلوب السطر الرابع هنا كله بالغرزة العدل السطر الخامس ما فيش اي اختلاف هو هو السطر السادس في الشغل المقفول كله بالغرزة العدل في الشغل المفتوح كله بالغرزة المقلوب معنى كده ان الاختلاف عندي ما بين الاتنين في السطور الخلفية بس خلاص انا حبيت اواريكوا اه الاتنين جنب بعض عشان تقدروا تعرفوا الفرق كده احنا خلاص خلصنا الفيديو اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل المعلومة صح وتقدروا اه اعرفوا الفرق ما بين الشغل الدائري والشغل المفتوح او الشغل بالابرة المستقيمة يعني كده اكون خلصت معاكم الفيديو اتمنى لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك ولسه ما اشتركش هشتركوا يفعل الجرس عشان يوصلوا لكل جديد لو فيه اي سؤال اكتبوا لي بس في التعليقات وانا هرود على طول انا بشكر كل من شاهد الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا